ولكن اللي عايز بقى أقوله رسالة كده قبل ما نخرج يمكن أنا كنت بس مع الفترة اللي فاتت ناس بتتكلم في النورجي ميلا النجم الكاميروني اللي ليه تاريخه تتكلم انه لو كان بيفضل يلعب في مصر كان يفضل يلعب في نادي الزمالك ده شأن طبعا أكيد هو حر فيه وكن استوقفني ان الناس وقفت عن ده وما قفتش عن النورجي ميلا قالت صرحات سيئة جدا سيئة جدا وكانت تستحق وقفة خصوصا انه هو تحديدا هاجم مصر والمغرب في لقاءات في أحد القنوات الفرنسية وقال ان مصر والمغرب بيعيقوا أداء الكاف وما كانوش عايزيه البطاطة لعب وكمان قال انه هما لو مش عاجبهم أفريقيا يروحوا يلعبوا في أسيا أو أوروبا اعتقد تصرحات كانت بتحمل كثير من العنصرية من روجي ميلا كمان تصرحات بتتجاهل الحقيقة تماما منتخب مصر أو الدولة المصرية أو مصر تحديدا كانت هي اللي لها دور كبير جدا في تأسيس الاتحاد الأفريقي من 57 لو هو ما يعرفش كمان حاجة مهمة جدا مصر البطولة اللي فاتت اللي الكاميرون كان عندها مشكلة في تنظيمها هي اللي أنقذت القرى الإفريقية وأقامت واحدة من أفضل البطولات تنظيميا إن لم تكن أفضلها في رأيي ويمكن اللي خلنا الناس تنسى ده أن منتخب مصر خرج مبكرا ولكن في رأيي هي أفضل بطولة تنظيمية على الإطلاق يمكن دي مصر اللي فعلا لما لقى الاتحاد الأفريقي في أزمة هي اللي كانت بتحل فأعتقد روجي ميلا كانوا التوفيق وجنبه الصواف في تصريحات سيئة جدا نسي فيها قدر مصر ودورها الكبير جدا الكبير جدا فعلا في تاريخ الكرة الأفريقية تأكيد يا فارس والحقيقة ربما يكون روجي ميلا كان لعب كبير جدا وأسطورة كبيرة في تاريخ كرة القدم الأفريقية وأعتقد الشعب المصري كان بيكنله أو ما زال بيكنله كل تأدير واحترام ولكن بالتأكيد بتطفق مع فارس أن التصريحات فيها عنصرية جديدة جدا ثم يعانوا بعد ذلك من فكرة العنصرية وبنتكلم عن إطو وما يفعله إطو والتصريحات اللي أحيانا بتنسب لإطو والتصريحات اللي بتصدر من إطو ولكن في النهاية كلنا مع الكرة الأفريقية نتمنى الكرة الأفريقية والاتحاد الأفريقي يكون مع ممثلي الكرة الأفريقية عندكم النادي الأهلي ممثل في كأس العالم للأندية عن أفريقيا أتمنى تكون هذه التصريحات العنصرية والتحركات مع الفيفا على أرض الواقع تكون بشكل قوي ونشوف أنتوا بتعملوا إيه مع ممثل أفريقيا لما يكون ممثل من شمال أفريقيا مش هايزين نروح للنبرة دي ولكن استدعانا البعض اللي تحدث عن فكرة أنه لو كان لعب كان هيلعب في نادي الزمالك ربما شاف زمالك تسعنات فيه ببعد النادي الأهلي على المشاركة في بطولة أفريقيا وكل وقت ممكن يخطف يعني مشاعر بعض اللعبين ولكن المهم في الاستمرارية وحاليا النادي الأهلي هو زعيم أفريقيا الأول دا كان مهم جدا لأن أنا استغربت وقوف الناس عند تصريح أنا كنت هلعب فين اللي هو يعني شأن على فكرة هو تسأل كنت هلتلعب كده وكده مش هو اللي تطوع وقال فاستغربت جدا أن احنا نسيت تصرحات ألها سيئة جدا كان لازم نعقب عليها وأن الناس تقف عند تصريح حلعب فين أو ملعبش فين أتمنى تكون الرسالة واضحة وعندنا بعد الفاصل كلام كتير جدا أتمنى ما تروحوش في أي حتة وتستنونا نشوفكو بعد الفاصل